السلام عليكم جميعا كيف كنتوا أخباركم اليوم جبت لكم موقع جديد من المجاهفين قدامكم هذا موقع جدا حلو جدا مهم اسمه medicineinstructioner.se يستخدم بكل السويد فيه شرح بالمقاطع المصورة لكل الأدوية يلي ممكن تكون استعمالها صعب أو تعمل إرباك عند المريض الموقع كتير منيح ولكن فيه مشكلة واحدة أعتقد أنه ما فيه لغة إنجليزية أو لغة عربية هو فقط باللغة السودية أنا دورت وسما لقيت ما برز فيه طريقة تانية ولكن لحد علمي أنه ما فيه غير لغة سودية فالناس اللي بل سويد هل حتلقوا كي سهل أما اللي بره السويد ففيكن تفهموا من الصور هو واضح جدا رح فرجيكم هلا كتير أمثلة طبعا هذا هو النص هذا هو الموقع قدامكم مثل ما شايفين medicineinstructioner.se هون في عنا contact إذا كنت تبعث وتتواصلوا مع أصحاب الموقع أنا توصلت معهم مرة وبيجاوبوكم دغري هون في عنا خانة بحث فيكن تكتبوا أي مثل ما شايفين قدامكم أي ليكيميدل أو أي دواء أو حتى الأمراض يعني هون بيطلع لكم الدواء اللي بتكون إياه متل ما شايفين هون في عنا مصنفين كل المجالات يلي ممكن أن يكون أنتوا دوروا فيها عندنا مثلا هون الأدوية اللي هي أكيوت عندنا هون الديابيتس السكري الحساسية الخصوبة الصراع الإبيليبسي النشفان الجلد ومشاكل الجلد الصدفية القلب والشرايين الأسمى الربو يعني النقص الحديد المضلط الحيوية الأنتيبيوتيكا الباركنسون الروماتيزم وأمراض الروماتيزم مشاكل النوم الجلد الوزن الزايد الفتمة كتير فيه طبعا شغلات هون عنا الغذاء وكذا النيوتريشن في كتير شغلات هون في عنا نقص المناعة نقص الهرمون التستوسترون النمو مشاكل النمو مثلا التجلط الدم في كتير شغلات الميجرين الشقيقة الأمعاء العيون الأمراض الفيوريسيجي كتير شغلات الكولسترول هون في عنا الكل هو مرض الرئوي في كتير شغلات هون في عنا الكانسر تمام فإذا هاي هي فيكون تكب سعائية واحدة مننا مثلا نقص هون دي المرض السكري بيطلع عنا أسماء الأدوية يلي مثلا موجودة بهذا المقطع عنا مثلا هذون المشهورين هون الفياسب الهومالوغ هذو كلهم معروفين يعني اللانتوس تمام متكبسوا على الواحد وبيطلع عمكم بفتح لكم المقاطع هذا رح فرجيكم أنا عملكم هون كذا مثل مثلا شايفين لكم وفيها نبحاث كمان هون بتكبسوا هيك وتكتبوا مثلا بتاعوا نشوف هذا اللي هون اللي هو الفياسب مثلا بتكبسوا هيك وتكتبوا فياس بيطلع الاسم بتكبسوا عليه وبروح المقطع بيطلع لكم ضغري تمام لو كبسنا هكي رح تلاحظوا ويطلع قدام لضغري تمام طيب الشغلة ثانية موجودة بهذا المقطع قبل ما أعطيكم الأمثل على السريع هو اللي عندنا هون فيكن تبعثوا اللينك لأي شخص مريض بتعرفو تمام طبعا هذا الشي مفروض يعملوه بس الناس اللي بتشتغل بالطب يعني بيبعتو له مريض معين بيوغضوا الإيميل تبعوه بيبعتو له تمام طيب رح تريكم لبعض الأمثلة بهذا المقطع رح نشوف هون مثلا هذا مقطع عاملينه بهذا الموقع بيحكي عن دو بيستخدموه بنقص التستستيرون اللي هو هرمون الذكورة فمتل ما شايفين هون بعتوكم شرح مفصل يعني إذا كبستوا كبسي واحدة يعني هاي اللي شايفينه قدامكم هون الضغطة الوحدة pump trick الضغطة الوحدة فيها بتعادل 323 ميلي جرام الضغطين 46 ميلي جرام ثلاث ضغطات بيطلعوا 69 ميلي جرام فهو شرح مفصل يعني متل ما شايفين رح حاول أشاغل شوية على السريع طبع ما حطول كثير عشان كمان ما يكون فيه مشاركل بالحقوق وهايك مثل شايفين هذا الدواء بيحطوه مين على الكتف تمام بيضهنوه على الكتف وبطلع عنا كيف يستعملوا وبستعملوا على الكتف يعني تمام بهاي الطريقة اللي شايفينه قدامكم تمام فإن هذا أول مقطع حبيت فرجيكم إياه نروح لأى المقطع الثاني طبعا ما حطول مثل تقول لأنه كمان في شغلات ممنوع أنه أنا أشغل المقطع كامل عشان الحقوق وهايك نيجي للمقطع الثاني اللي هو ألمس الأنسولين تبع السكري منشغل المقطع شوف كيف الشرح مفصل وحلو يعني عم بفرجوكم وين الأماكن اللي الإنسان بقدر يشكل إبري فيها يعني عم بلكن إنه ما تشكوا الألم هون مثلا غلط بتشكو تحت السرة مثلا بكم سنتيمتر وهيك وعم بلكن بتعدوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وبتطلعوها وهيك شغلات يعني فالمقطع هذا الواضح الشرح واضح ومفصل تمام بنيجي للي بعده اللي هو البركانيل اللي هو هو الربو يعني مثلا شايفين كيف تحضروه مثلا مثلا هذا هو الجهاز قدامكم كيف تلف اول شي لتطلع مثلا بتشيل الغطا شو الصح شو الغلط فواضح واضح جدا يعني أقول لكم هوا بتعمل مثلا حتى تسمع صوت التكة فهيك تقول انتو شو حملتو الجرعة يعني كثير واضح انا كثير هذا الصفحة بحب كثير وجدا مهمة وعملية يعني تمام بس هيك فطبعا هو فيه شارح كثير انتو تشوفو لحالكم يعني ميجي هلا لهذا المقطع لهو آخر واحد هون يعني بفرجوكم مثلا الى الولاد يعني فيه كثير عام كون انتو الولاد مثلا ممكن يكون عنده ربو فبقون تستعملون لهم نفس الدواء مثلا اللي حكينا عنه قبل شوائي ولكن يحطوله جهاز إضافي لحتى الجرعة يقدر الولد يخدها بدون ما انه ترع الفاضي يعني لانه الولد عنده صعوبة بالتنفس مش مثل كبير فهون عم بعلموكم كيف الطريقة هيك هي ركبت دواء بالمسك وكيف تحط الولاد وتقول يتنفس وهيك فهون الجرعة بتظل جوات هذا المسك ما بتروح بالهواء يعني تمام فهذا هو الموقع طبعا فيه شغلات تانية ما حبيت احكي فيها لانه ممكن تكون بتدايق شوية او بتخوف شوية في عنا مثلا في مقطع شفته لل ال 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 هون عنا ال ال اللي هي مشاكل ال ال الانتصاب وهيك مثلا في فجوك إبر وكذا وكيف اعتقد هذا هو ها بس زبا فطبعا فيه شرح مفصل هون فتحط ال ال بس هذا طبعا ما حبت كثير حكا فيه لانه فيه شوية ممكن الناس تضايع أو بخوف شوية ولكن هو شي طبي ففيه كل شي طبعا قبل ما أخلص من هذا المقطع أنا بس حبيت أفرجيكم هذا المقطع فيه غني جدا وجدا مهم ولكن هذا الشخص هذا الموقع لازم يكون في شخص هو يحول لك المقطع يكون مثلا هو بالصيدلية أو بالمستشفى أو بالطبيب ف يعني أركز عشغلي إنه مش أي واحد يفوت يحضر ويطبق بحاله لا أنا بس حبيت أفرجيكم هو هذا موجود فإنتو لما الطبيب يوصف لكم دوا فيكن أنتو ساعتها تحضروا تكتبوا اسم الدوا هون بهاي الخانة وتشوف كيف يستعملوا أو تفتحوا جنب الطبيب مثلا أول مرة وتحاول هو يشرح لكم عليه بيكون أسهل يعني أنتو فيكن تقول للطبيب طيب فيك تفتح له هاي الصفحة لو سمحت تشرح لي عليها مثلا فبدأ رجع شدد عشان ما يكون في مشاكل لو سمحت ما أحد يفوت ويكتب يعني يكتب أي شي ويطبق بحاله بدون ما يكون يعرف لا لغة سودية ولا يعرف أي شي ويفوت بالحطان فلو سمحت نتبه من هذا الموضوع خاصة يعني بدي أستغل الفرصة وأحكي على شغلة اللي هو موقع مقطع السنمكي اللي سويت أنا من سنة مقطع السنمكي اللي جاب تقريبا 270 ألف مشاهدة مقطع جدا حلو والناس حبتوا ولكن صار فيه عليه كمية من ما بقوله الهبد يعني بالمصري كل واحد بفوتي بيفتي من عنده واحد بقول السنمكي حط معه كمون واحد زنجبيل واحد قرفة واحد بحط عليها بحط مع الشاي واحد بحط مش عارف مع شو مع البوزة يمكن ولا بحطوها مع لما يعملوا المنزف أو المقلوبة يعني كان المقطع عن السنمكي تحول لوصفة صارت شي تاني كليا كليا ولا لا بالتزم ولا بالجرعة ولا بالمدة ولا بالخلطة المزبوطة ولا بأي شي بيصير بتتحول لوصفة تاني كليا بس الشخص يصير عنده عوارض أو يدايق أو شي بيصير يشتكي من المقطع وهو المقطع ما يكون ما يلو دخل بيكون انه هذا الشخص ما بسمع شو من قلب المقطع عم بروح بيشوف شو من قلب التعليقات تحت وبيعمل مثل ما بيقوله وبالآخر بنلاقي انه هو عم ياخد شي تاني كليا ما دخل بالكلام اللي كان بالمقطع ولا أصلا نفس المادة يعني صار عم بيحكي بمادة تاني كليا تمام بس هذا حبيت اقول ان شاء الله يكون المقطع مفيد للكل خاصة للكبار بالعمر اذا كنت اولاد وعم كبار بالعمر بالبيت فيكن تشرحوا تستفيدوا من هذا الموقع دير باكم أحال كن بحب كتير نتل عادي وبشوف كن شاء الله بمقطع الجاي قريبا بترككم بأمل السلام عليكم وكم خالد